ليلة عبداللطيف ترعب لبنان مشهد غريب خوف وذعر ونزوح للملاجئ عمليات تخريبية وخضات عسكرية شاهد أخطر توقعات ليلة عبداللطيف عن لبنان 2022 برحب حضراتكم معنا في قناة التوقعات الأيام وحلقة جديدة وخطيرة من أهم توقعات سيدة التوقعات ليلة عبداللطيف وأهم توقعاتها اللي احنا نتكلم فيها النهاردة عن لبنان بفكرك قبل ما تبدأ الفيديو يريد تعمل لايك عشان يوصل لكل متابعي التوقعات ولو انت جديد معنا يريد تشترك دلوقتي وتفعل الجرس علشان تضمن ان فيديوهاتنا توصلك أول بأول ليلة عبداللطيف بتتوقع ظهور شخصية قيادية كبيرة داخل لبنان وحيكون عليها العين والتوافق الكبير عليه رئيس الوزراء ميقاتي وفرنسا حيكون لهم دور كبير في جلب النور للبنان أرى الحكومة اللبنانية الحالية لن يبقى حالها على هذا الحال وهي أمام امتحان كبير ولن يستسلم ميقاتي للصعوب الحكومة في قلب الحدث لحل الأزمات كلها وفي حاجة بتخص الإنترنت إن شاء الله هيقدروا يحلوها وكل المشاكل الاقتصادية اللي بتواجه لبنان الحكومة اللبنانية هتحاول تحلها شايفة كمان مشهد حالات من الاختناق بسبب حادث مؤسف وشايفة أجهزة الدفاع المدني موجودة والجيش لسبب ما لكن هي ما حددتش إيه هو المشهد ده حركة أمل والحزب الاشتراكي حيكونوا في قلب الحدث بسبب المشاكل اللي حتكون بينهم كبيرة جدا سعر صرف الدولار لن يشهد الآن استقرار أرى أمام الدولار قفزة جنونية ثانية حتتخطى التلاتين ألف وممكن تصل الخمسين ألف ليرا وما فوق والكلمة حتكون في إيدي الشعب والشعب مش هيقبل بكده ولن يهدأ له بال كمان الدولار على شهر خمسة أو ستة حيفضل يزيد وبعدها حيبدأ يتسبب سعره موجود حداد عام بتعوم الطواقف المسيحية بسبب رحيل شخصية مهمة إحباط محاولة اغتيال لشخصية أخرى أرى الجيش اللبناني في حال التأهب بأمر من رئيس الجيش جوزيف عون من أول طرابلس لحد بيروت فرج قادم لأغلب الموظفين لتخفيف الغلاء وبشرة جيدة لقوات الأمن وبشرة جديدة لقوات الأمن والجيش واللي شغالين في هذا القطاع برفع الأجور لتحسين الوضع المعيشي وانفراج ليهم من جميع النواحي القبض على أشخاص غير لبنانيين حيقوموا بالتحضير لعمليات تخريبية والجيش هيكون ليهم بالمرصاد وحيكونوا حاملين لجوازات سفر مزورة عشان يقدروا يدخلوا بيها لبنان ولعمل تلك العمليات لكن الجيش هيكون ليهم بالمرصاد وحيقدر يقبض عليهم قبل لنجحهم في أي عملية تخريبية الأنظار إلى قيادة الجيش والعمات جوزيف عون سيكون في قلب الحدث خضة أمنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حتؤدي لأحداث شبه الأحداث اللي حصلت باسم النهر البارد حدث كبير سيطال قبة البرلمان والمشهد سيكون مؤسف مشهد من الخوف والذعر في المناطق اللبنانية وشايف النزوح للناس وذهاب البعض للملاجئ لكن ما قالتش برضو إيه هو السبب توطر على الحدود اللبنانية وشايف مشكلة كبيرة ممكن تحصل على الحدود مش بس لبنان أو سوريا لكن مشكلة بين الحدود السورية واللبنانية جراء حدث مهم ممكن يكون بسبب كورونا أو مشكلة كبيرة كمان شايف مساعدات جاية من سوريا كبيرة جدا لحل الأزمة للوقوف بجانب لبنان خضع عسكرية خاطفة في لبنان على الأرجح في 2022 أو 2023 لكن الأكثر في 2023 شايف ساحب الجنسيات من الجاليات اللبنانية وبعض السياسيين والبداية ستكون من فرنسا ودول أخرى المرض يخطف وجه لبناني إعلامي وأيضا شخصية أخرى من العالم العربي وسيلة أعلامية لبنانية تضع يدها على ملفات مهمة تشير إلى تورط العديد من المسؤولين أو السياسيين الكبار في مشاكل خاصة باللبنان ومشكلة الدولار وحتكون الملفات دي معمولة بالصوت والصورة وحتنتشر في لبنان وكمان الآتي أعظم هتكون الفضيحة دي على محطة أعلامية لبنانية وسيتم القبض على السياسيين والقضاء والفاسدين ولتسببوا في مشاكل اقتصادية كبيرة وانهيار في لبنان ستصدر صرخة من إخواتنا السوريين في لبنان والدولة ستساعدهم وستحاول حل مشاكلهم خصوصا في موضوع الدولار أحد القضاء خارج لبنان لحدث مهم وشخص آخر من القضاء هنشوفه في ظمة الله بسبب فيروس كورونا أرى الأنظار حول حدث مؤسف ممكن يحصل في سور والجيش هيكون هناك للدفاع عن المدينة والدفاع عن الشعب الأنظار والإعلام في مطار رفيق الحريري لنقل حدث مهم إيجابي أو سلبي هي محددتش اتكلمت بعد كده عن الانتخابات النيابية وقالت أن التاريخ بيعيد نفسه ممكن نشوف المشهد اللي احنا شفناه في الدوحة أو الدوحة اتنين مرة تانية وحنشوف قطر بتفتح أبوابها للحوار وحنرجع نقول شكرا يا قطر شايف تغيير في الوجوه والشخصيات وغياب أسماء بارزة عن الانتخابات وتسويات كبيرة هتحصل بالسر وبالعالم في موضوع الانتخابات سيبرز اسم سمير جعجع في الانتخابات وأيضا هيبقى لي نصيب كبير جدا واكتساح على الصعيد المسيحي وسيشكل أكبر كتلة برلمانية موجودة في البرلمان مع الاتفاق مع سمير برنجية والتعاون بينهم وشعبية كبيرة جدا مفاجأة غير متوقعة في مجلس النواب وشايف نبيه بري بينقذ الموقف في قوة عسكرية فرنسية هتكون في المياه الإقليمية اللبنانية لحدث مهم شايف كمان مقدمة برامج لبنانية هتكون حديث الأعلام والناس لحدث مؤسف فوج وجهاز الدفاع المدني محط الأنظار جراء حدث مؤسف أيضا أرى لبنان بعد كل هذه المعاناة في استقرار إن شاء الله وفي مواسم من الازدهار والاستقرار هيعود عليها وحتبقى فيه ثورة عمرانية كبيرة في كل لبنان وعودة للمهرجانات وكل اللي كانت عليه لبنان سابقا من خير وازدهار هترجع عليه ولكن أحسن لكن ده مش هيحصل دلوقتي لكنها بتقول إن 2022 تعتبر آخر الأحزان إن شاء الله بالنسبة للبنان عام 2022 هو عام القلق الشعبي في لبنان ولا أستبعد حدوث مفاجآت يرافقها أحداث أمنية وأعمال فوضى وشغب في الأجواء العامة بين الناس وهنا أقول الحذر ثم الحذر من خضة أمنية ومفتعلة والله يحمي هذا البلد وجيشها وشعبها وأرى للأسف سقوط عدد كبير من القتل والجرحة لهذا الحدث المؤسف ستشهد بعض المناطق اللبنانية اعتداءات على بعض الشاحنات الكبيرة بسبب أزمة طارئة تشهد بعض المناطق في بيروت والمتن والجبل توطر كبير من جراء حدث ما وحشود في الشوارع متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات سيدة التوقعات ليلة عبداللطيف وأهم توقعاتها الخطيرة عن لبنان في المرحلة القادمة من عام 2022 بشكركم جدا على حصن متابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وحنستنى تعليقاتكم وقرأكم وضمضم في حفظ الله والعيد ترجمة نانسي قنقر